اشتركوا في القناة وكذلك ديزني علشان يعطونا حرب النجوم او ستار وورز اللي هو تحدي الفرسان فبسم الله خلونا نشوف ونبدأ بفتح الصندوق طيب الان بيكون عندنا هذا السيف او عصى التحكم طبعا بعد شوية بنشغله لكن خلونا نشوف الان المحتويات وعندنا هنا الخوذة خطينا بهذا التغليف طيب وهذه عندنا الان خوذة لينوفو للواقع المعزز طبعا الفكرة هنا انه هذه الخوذة بتعمل مع الجوال فمعاي الان انا جوال الموتو الموتو 5S Plus وهو يدعم الار او يدعم الواقع المعزز فالفكرة انه رح نحط الجوال بالداخل فعندنا هنا مفروض انه بتقنية الار انك تشوف الاماكن اللي حولك وتشوف المكان اللي حولك وتشوف اللعبة موجودة بنفس المكان فاوكي يعني بعد شوية رح نرجع لها ونشوف الامثلة لكن خلونا نكمل على المحتويات فهذه الان الخوذة يعني خفيفة شوي صراحة وفي عندنا هنا الازرار وفي موجود مثل ما نشوف هنا العدسات والكاميرات اللي راح توضح لك المكان اللي حولك اوكي وفي عندنا هذه البيكن او الكرة الصغيرة بعد شوية نرجع ونشرح فكرتها طيب في هنا عندنا الكيابل وفي منها مثل ما نشوف هنا كابل الميكرو يوس بي تو يو اس بي سي والمايكرو يوس بي تو لايتنينج وهذا علشان الاجهزة طبعا الخوذة تدعم بعض الهواتف مو كل الهواتف الموجودة بالسوق طيب الان هذه كانت المحتويات خلونا نشيلها شوي ويكون عندنا البيكن والعصى وكذلك نظارة الواقع المعزز الفكرة من العصى انك راح تستخدمه بالتحكم فالعصى راح يكون هو يعني يد التحكم وبنفس الوقت راح يكون هو السيف اللي تقدر انك تحارب فيه او تختار ومن الامر هذه البيكن هذي يعني مهمتها انك تحطها عندك بالغرفة تحطها على الارضة وفي اي مكان طبعا راح تلعب فيه وهذه هي اللي راح انها يعني اتحسب المكان او يعني تتعرف على المكان اللي انت فيه وتحولها الى ساحة لعب يعني اتوقع ان هذا يمكن اقرب يعني واصف انه راح تحولها كساحة لعب وتقدر تقيس المسافات بينك وبين المجسمات اللي راح تظهر لك بالواقع المعزز طبعا كل اللي عليك بالبداية انك تحمل تطبيق الجيدي تشالينج من ستار وورز او ستار وورز جيدي تشالينج وبعد كذا راح يعطيك مجموعة من التعليمات من ضمنها اول حاجة انك يعني تقترن بالاجهزة الموجودة اللي هي العصى والبيكن وغيرها من الامور وبعد كذا يتعرف على المكان وراح يعطيك خيارات الالعاب وتبدأ باللعب وعلى طالي خيارات الالعاب ففي عندنا ثلاث العاب او ثلاث اشكال للعب بالخوذة هذه اول واحدة اللي هي اللعب بالسيف او معارك السيف الضوئي وهي اللي بتعطيك مجموعة من المراحل وتحارب بالسيف وبالوحوش ومدري ايش يعني وتنتقل للاكثر من مرحلة او في عندك ثكرة ثانية وراح تتحول الغرف اللي عندك كأنها قلاع او كأنها مكان فيه الجيش والدافع عن القوات اللي يتهجم وعندنا اخر نوع اللي هو الشطرنج المجسمة وتقدر انك تحرك القطع في الذية الابعاد الموجودة وتصارع عشان تسيطر على هذه الاراضي اللي ظاهرة امامك طبعا الان خوذة الواقع المعزز ستار وورز جداي تشالنج وتحدي الفرسان متوفرة بالسوق السلودي وسعرها 999 ريال وبنفس الوقت تقول لينوفو ان هذه الخوذة ممتازة او مناسبة سواء للاطفال او صغار او حتى التوار لا تنسونا الاشتراك واللايك واشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم